حسب معرفتي من زمان ما صابتها هاي الحالة ما هي؟ ايه؟ وقت اللي غمت مبارح فجأة عمي كتير خاف ما قال لي ابدا المسج ابن الدكتور فحصه بس قال مثل كل مرة ما في شي مهم بتصور انه عم يحكي مع دكتورا نفسي عن هالموضو بظن؟ شو صار؟ نهاد انت شو بتعرف؟ عن شو؟ لا تتحيا انت بتعرف كل شام يعملوا ابوك ما هيك؟ شو عم بتخرف انت؟ شفتوا لابوك اليوم وهو طالع من عند بشة حلمي اونال كان عم يركض ورا بشة حد وقت اللي كنا مخطوبين وهلأ هني مع بعض تبه لكلامك حاول يستخدم الحادس اللي عملته سمر ضدنا وهلأ عم يتقرب من خطيبتي الأديمة هات فيك تسميه رجال؟ احترم حالك عم قلدة خلص خلص يا شباب خلص عيب اهدوا شوي خلص عملكم خلص انا رايح بشوفك بالبيت اذا بتريدوا لفوا لا تنسوا انو نحنا بالشركة لا ما كان لازم تتمادوا لهالدرجة بكفي لا تحاول تشتني لهالاخناء اللي ما قلو اي معنى ابدا انا ما في داية عمل شي اساسا انا واقف بنص الاخناء ما فيك تعود شعورك بالنقص بهالطريقة يا مهند لا تحاول على الفاضي نهاد مهند حاجة تحملوني اخطاء ابي عالطالع والنازلة انا نهاد اونال مو حلمي اونال حسوا بالفرق بقى لكا نقنعنا خد موقف من ابوك وخلينا نعرف مع مين انت انا بعرف مع مين واقف بس انت كتير عم تتمادع لسه ما بتعرف وين لازم اتوقف هو بيعرف كل شي عم يلعب على الحبلين ماني واسق بهالرجال ابدا المترجم اشتركوا في القناة